اتصلت زوجة مراد بآدم فجرا على هاتفه الخلوي قالت له بجفاء ضمن منها أنه لا يزال في باريس بدون مقدمات بل بدون أن تمهد لكلمها بعبارة ألو لم يستطع أن ينتظرك كانت العادة ما لا تزال تلف الغرفة أطلق آدم صفير شتيمته ثم أبلغ محديته بأنه قد وصل منذ البارحة وهرع نزولا عند طلبه لرؤيته غير أنها رددت بالاندفاعة نفسها لم يستطع أن ينتظرك الجملة نفسها حرفيا إنما بنظرة مختلفة خالية من العتم هذه المرة يشوبها الأسى والغضب وربما شيء من الامتنان لآدم فتمتم عبارة معهودة وأعقبت ذلك على هذا الطرف وذاك من الخط توان من الصمت ثم قالت له الأرملة ببساطة شكرا وكأنها ترد بتهديب على تعزيته ثم استفسرت عن المكان الذي يبيت فيه سأسل لك سيارة لن تعرف أن تصل بمفردك لم يعترض آذم كان يدرك أنه لم يعرف أن يهتدي السبيل في هذه المدينة التي لا توجد في شوارعها لوحات بأسمائها ولا أرقام ولا أرصفة وأحياؤها تحمل أسماء عمارات والعمارات تحمل أسماء أصحابها قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في الاشياء يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا أن تقوموا بالجام